الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبتم وطاب لقاءكم وتبوأتم من جنة الله منزلا إذا رأى صاحب الرؤية أن الحمار يجري وراءه في المنام علامة على وجود شخص في حياته يدبر له السوء والله أعلى وأعلم رؤية جري الحمار وراء الشخص في المنام تكون إشارة وعلامة على الظلم والمشاكل التي تلحق الرأي في حياته والله أعلى وأعلم تشر رؤية سماع صوت الحمار يجري وراء صاحب الرؤية علامة ودليل على سماعه لبعض الأخبار السيئة والله عز وجل أعلى وأعلم عندما يرى الشخص في المنام حمار يلاحقه ويجري وراءه علامة أنه سيواجه الكثير من المشاكل والأزمات الصعبة في حياته والله أعلى وأعلم رؤية جري الحمار وراء الرأي في المنام علامة على دخوله لبعض المشاكل العنيفة التي يجب أن يتحلى بالحكمة والله عز وجل أعلم رؤية الحمار في المنام للمرأة المتزوجة وراءت فضاله ورواسه علامة على رزقها للكثير من الأموال والسعادة في حياتها الأيام القادمة عندما ترى الفتاة العزباء لروس الحمار وفضلات الحمار في المنام تكون إشارة على حصولها على مال وفير خلال الأيام القادمة القريبة والله أعلم رؤية جمع روص الحمار في المنام علامة على ربح الرأي للمال الكثير أو غنيمة أو مكاسب كبيرة يحصل عليها الأيام القادمة والله أعلى وأعلم المرأة المتزوجة التي ترى في منامها بأنها تجمع روص الحمار يشير على حصولها هي وأسرتها على الكثير من الخيرات والمكاسب والله أعلم يشير سمع صوت حوافر الحمار دليل على المطر الشديد الذي يسبب السيول والله عز وجل أعلى وأعلم إذا رأى صاحب الرؤية الحمار المصحور في المنام علامة أن أحد ما يتربص به ويريد أن يؤزيه فعليه الحذر والله أعلى وأعلم ركوب الحمار في المنام والله أعلم علامة ودليل على تحقيق النجاحات في حياة صاحب الرؤية والله أعلى وأعلم عندما يرى الشخص بأنه يركب حمار في المنام علامة على مشاكل ومتاعب يمر بها الرأي والله أعلى وأعلم ركوب الحمار الأبيض في المنام تكون إشارة على حب صاحب الرؤية للفخر والمظاهر أمام الناس والله أعلى وأعلم عندما يرى الشخص في منامه ركوب الحمار الأسود يشير على الهيبة والسلطة والنفوذ الذي يتمتع بها الرأي والله أعلى وأعلم الفتاة العزباء التي ترى بأنها تركب حمار أبيض في منامها بشرى لها بالزواج من رجل متدين وزوء أخلاق جيدة والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم رؤية الشخص بأنه يشتري حمار دليل على شرائه لصيارة جديدة والله أعلم دفع نقود لشراء الحمار نقدا في المنام علامة على الخير والرزق الوفير القادم لصاحب الرؤية والله أعلى وأعلم لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته